موسيقى السلام عليكم ورحمة الله عدد جديد من فقرة جوغنالفار واخر الاخبار الرجاوية لهذا اليوم نبدأ وادد مساء اليوم من جوغنالفار وخبر عنوانه رقم مميز للحافظي بعد مباراة أولمبيك أسفي وقاد صنع علعب فريق الرجاء الرياضي عبئي للحافظي لأحد ماضي فريقه الفوز بثنائية نظيفة على حسب أولمبيك أسفي وذلك في إطار جولة 13 من البطول الوطنية وبتوقيع الحافظي لأدفي الرجاء خلال المواجهة المذكورة عادل عدد الأهداف لإستجال زميل ومحسن منذ صعوده الفريق الأول وإستجال الحافظي يسمعه السينادف مع الرجاء الرياضي جميع المسابقات ودخل قائمة أفضل هدافية الفريق الأخضر عبر التاريخ والتي تضم أسماء كبيرة بحال سعيد غاندي ومحسن ياجور وكي تعتبر الحافظي من العناصر الأساسية الفريق الرجاء بحيث استطاع فرض مكانتو في الكبار منذ مسيم 2011-2012 إذ بالرغم الإصابات التي يتعرض لها إلا أن حضوره بتشكيلات الرجاء يكون عنده الوزن دياله الرجاء الرياضي بالقميص الأبيض ضد نغانا الزامبي وفي تفاصيل الخبار غيواجة مساء غد الأربع ندي الرجاء الرياضي ضيفون نغانا الزامبي وذلك برسم جولة ستاديسة والأخيرة نظام جمعات كاس الكنفدرالية الإفريقية وأكد فريق الرجاء الرياضي عبر صفحته الرسمية بموقع توصول الاجتماعي فيسبوك أنه تمليه معقد الاجتماع التقني الخاص باللقاء المذكور وتم خلاله انتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالمباراة بحيث يقرر بشيرتادي فريق الرجاء الرياضي اللي هو الأبيض الكامل ويرتادي حارس مرمى أنا الزنيتي القميص الأزرق الفتح بالكامل لسعة جردة الشابي يقرر الاعتماد على العناصر الحاضرة في رحلة تنزانيا في مواجهة نغانا الزامبي ومن المرتقب بشيرتادي مدريب فريق الرجاء الرياضي تونسي لسعة جردة الشابي في المواجهة اللي غادمه بنغانا الزامبيغ دل أربعاء على نفس الأسماء اللي سافرت لطنزانيا لمواجهات نامونغو الطنزاني وكان مدريب رجاء الرياضي قرر في المباراة اللي حلو في الوصول الخضر ضيوف على نامونغو الطنزاني الإبقاع على الركائز الأساسية بدل بيضاء هو الأمر اللي يتجل تطبيقه في مواجهات نغانا الزامبيغ دل أربعاء إذ مرتقب أنه يريح اللاعبين الأساسيين للمباراة المقبيلة وأجرى الفريق أخضر أولى حساس التدريبية عشينة يوم أمس الأثنين وعرفت حضور أغلب اللاعبين بما فيهم محمود بن حليب اللي اكتفى بالجري واتبع برنامج خاص رفقة مؤيدة بداني عمر بن ونيس الراجاء يجري مسحة كورونا قبل مواجهات نغانا الزامبي وأجرى فريق الراجاء الرياضي مسحة بي جديدة لكشف على فيروس كورونا أمس الأثنين قبل مواجهة ضيفون قانا الزامبي غدا الأربعاء الحساب جولي الساديسو الأخيرة من دون مجموعة كاس الكاف والطر فريق الراجاء يجرى مسحة بي جديدة من أجل تأكد مسلامة لعبي الفريق والوقوف على المستوى الصحي داخل مجموعة الراجوية وفق البروتوكول الصحي اللي كتعتمد لكم في دارية إفريقية في زمن كورونا فيما كيخص مسابقة القارية يذكر أن مباراة الراجاء وضيفون قانا الزامبي غدا الأربعاء الساعة التاسعة مساء على أرضية المركب الرياضي محمد خمس بدال بيضاء منذ مجيئي للمغرب الساعة الشابي يشتغل على تطوير الجانب بدني للاعبي الراجاء واصلت برنامج تدريبي شاق وكيسعى الإطار التونسي لساعة جرد الشابي لتطوير الجانب بدني اللاعبي استعداد المتبقى من مستنكروي الحالي وكيشتغل المدرب السابق الاتحاد منستيري التونسي على هذا الجانب منذ قدوم المغرب وترقصه العرضية الفنية لنصور خلافة المدرب الراجوي السابق جمال سلامي إذا لاحظ بليل حالة البدنية لبعض اللاعبين متدنية وفي سياق متاصل أكد مصدر خاص أن تونسي عمر بنونيس المؤيد البدني الفريق الأخضر استر برنامج خاص اللاعبين وبالأخص محسن يتولي عمر العرجون كيتضمن تدريبها بدنية شاقة بعدها في خسارة الكيلو جرامات زائدة تماشية مع توجه مواطن ونسعة جرد الشابي رسميا الاتحاد العربي يؤلنوا موعد نهائي الرجاق الرياضي وتحاد جدة السعودي وفي تفاصل الخبر حدد الاتحاد العربي الكرة القدمية يوم السبت 21-21-2021 موعد لإقامة المباراة النهائية المسابقة تكسم محمد سيليس الأندية العربية البطالة والذي ستجمع بين فريقين الرجاق الرياضي وتحاد جدة السعودي وكتفى الاتحاد العربي للعب اليوم تولا تاء فقط بالإيلان على موعد إجراء المباراة النهائية فريق الرجاء الرياضي مؤيدة لإقامة النهائي خلال شهره ما يغشت قبل ما يستقر على شهر غشت المقبل وفيما يخص حضور الجمهور قال طالل الشيخ أنهم يسعوا باش يكون نهائي بهذا الحجم بحضور جماهير لكن ما زال ما تحدد الحد الآن ما صيره وقال أنه يعتمد على مسؤولي السحف البلدين فهو ما أحرص من الاتحاد العربي الكرة القادم على سلامة الجميع في الوقت لي أشعر فيه لأن قيمة المكافأة المالية للبطل متغيرت حتى الآن يشل أن فريق الرجاء الرياضي تأهلني إقاس محمد سليس أندي العربية البطالة بعد فوزه للإسماعيل المصري بنتيجة ثلاثة الأداف مقابل أداف واحد في مجموعة مباراتية داب والإياب فيما تغلب تحاد جدة الساودية للشباب بأربعة أداف مقابل ثلاثة في مجموعة مباراتين الجامعة تسقط العقوبة التاريخية للدفاع الجديدي في حق لعب رجاوي ورفضت الجامعة الملكية العقوبة القاسية التي فرضت الدفاع الحسني الجديدي للساء لقيته بردة القريبة للحدودي للحالي ل الفريق الرجاء الرياضي المصدها لمسؤولة لجنة المستجنة الجامعية تقوم الإسماعي أمنا هي ورفضت عقوبك تقومي كل س مليون سنتيم فرضت الدفاع الجديدي الى لاعبه وحاول انخلاله جريده من مستحقاته العليقة بذمة الفارق ولجاء الهدودي لجنة نزاع ضدفاع الحسن الجديدي بعدما رفضوا مسئولي الفارق تمكينه من مستحقاته وفرضوا لي غرامة مالية ثقيرة بعدما تأكدوا متوقعوا العقد رفقة فارق الرجاء الرياضي في الوقت اللي كان فيه مازال لاعب الفارق الدكالي وكان مكتب مسير كيرام في جديد العقد دياله وكان استغل الهدودي قرب انتهاء عقده وحقيته بتوقيع عقد جديد مع اي فارق وقررت تعاقد مع فارقه الام الرجاء الرياضي العمر اللي فاجأ مسئولي الفارق الدكالي وفرضو لي غرامة ثقيلة مليار و ستمية مليون سنتيم حصيلت مداخي رشيد الاندلوسي بالراجاء الرياضي وتمييزت رئاسة رشيد الاندلوسي الرجاء حتى الان بتحقيق النديل المداخي المهمة بالغاية مليار و ستمية مليون سنتيم وبالرغم من علمه بمشاكل ثقيلة اللي كان يعني من فارق الرجاء الرياضي كان وافق رشيد الاندلوسي على تعويض جواد زياد في رئاسة الفارق الاخضر في عيز الازمة التي يججزها هذا الاخير جراء تدائج وباء كورونا وتدرر الماليته بشكل كبير بحكم الاجراءات الاحترازية لحتواء انتشار جائحة وافتقاده لدعم جماهيرو اللي كانت تضخ اموال مهمة في خزينة النادي من خلال حضور المباريات الرسمية الفارقة في مركب ريادي محمد خامس ضل بيضاء واضح مسؤول رجاوي ان المكتب موسي الفارق الاخضر بقيادة رشيد الاندلوسي كيف دل قصارة جهوده متجاوز الازمة المالية من خلال البحث على موارد مالية جديدة تحلي تجاوز الاكراهات المدكورة وكشف المصدر ذاته ان مداخل الرجاء الرياضي فاقت حتى الان مبلغ مليا عو 600 مليون سنتيم خلال الفترة تولي الاندلوسي رئاسة النادي من ناس 700 مليون من عائدة الاشهار 400 مليون مباطع من الاشتراك اللي اقتناته جماهير النادي و 150 مليون سنتيم تمثل من حج جياج مدينة ضل بيضاء الكوبرا اذا فتل 90 مليون سنتيم من صفقات انتقال بعد لعبيل شباب محمدية و 100 مليون اللي كان توصل بي مكتب النادي من خريطة فارقه من اجل تأمين رحلة خاصة لبعثة فارقه لزامبيا كان هذا اخر خبر رجوي في عدد اليوم جوغن عالفان في اماني له وانتلقه في اخبر رجوي جديد ان شاء الله الى بليكم العمل دي للك السيل تشجيل ما تنسوش تشترك في القناة والاعجاب بالفيديو وتخليوشيش علاق في اراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة موسيقى موسيقى موسيقى